يا بو الكباتن أرجوك لا تتوقع كبتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المشرف على الكرة في نادي الزمالك من حق الراجل يعبر عن أي أراء تخصه فيما يخص لعبية من حقه يقول ما يمكن أن يرفضه الجميع خاصة فيما يتعلق باستدعاءات اللاعبين الدوليين للمنتخبات أثناء الأجندة الدولية وهو بالمناسبة أمر لا يملكه أي نادي وفقاً لقواعد الفيفا لا يملك أي نادي حاج بلعبيه الدوليين عن منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية وإلا يبقى فيها عقوبات كبيرة لكن ما علينا كل واحد من حقه يقول ينفذ أو ما ينفذش ده أمر يخصه لكن الحياة لما الأمر يطال لعب النادي الأهلي أو مواقف النادي الأهلي هنا باشواندس أعتقد لابد من أن نحن كمان نتوقف من الذي قال تحدث حتى أراك أرستو فيلشوف جملة قالت كلمني حتى أراك كلمني حتى أراك اتكلم إحنا مش عايزين أنك تتوقف أنا مش بس عايز أراك أنا عايز أرى محتواك لأن الحقيقة ربما أبلغ رض وأكبر عقاب لإنسان بيتعمد يسيء إلى كيان محترم وإلى مناخ محترم بالباطل وبالتعمد أن تدعو يتحدث ثم يتحدث ثم يتحدث أمام الرأي العام أنت ساعة مش محتاج تلوم أو تعذبه أو ترد أو ترد لأن مش أوراق التوت كل الأوراق سقطت تحدث يا صديقي ولا تتوقف هذا ما أتمناه لكل ما تجاوز في حق النادي الأهلي وكفاية بقى أنا قلت لك إيه الفوضى الهدامة بقى مش هدامة ده تصل إلى حد الجريمة آه وصلت لحفة الهوية فوضى مرعبة نتيجة إيه هذا النوع من يعني أنت مسؤول كلمتك بقى بتسمع قوي بتاخد الناس في صفك أو ضدك حتى ما هو ده نوع من الشح إنك تستفيد الناس تبقى ليه مواقف يعني متحفزة ضدك ده مش كويس وأن يصبح الأمر بشبه العمد إنك تقول أنت عارف إن الكلام ده هيعمل إيه ويؤدي إلى إيه وتستمر فيه وتعلي على نفسك عمال بتعلي عمال بتعلي لدرجة بيعلي على زميله دلوقتي والتسريبات كلنا سمعناها واخد بالك فإحنا يا أستاذ إبراهيم لا كل ما نسيه لنادي الأهلي أرجوك لا تتوقف طيب كابتن أحمد سليمان كان والكابتن ساد عبد الحفيز مع الزميل مهيب عبد الهادي وهنا كانت هذه المسألة نشوف عصام الحضري أنا قلت ممران ويمطر دلي مرتحش كان معايا نادر السيد وكان معايا عصام وكان معايا عبد الواحد السيد بنعمل تأسيمة قبل المطش وكان عصام بلعب مطشان النادر السيد وقف تأسيمة وقف واحد نقف التأسيمة عصام الحضر زعل خرج قال لك أنا مهتزل عن منتخب مصر مهتزل عن منتخب مصر واخبال حيث ولا تعاقب ولا أي حاجة وفضل في نادي الزمالي في نادي الأهلي سنة ما بيجيش منتخب مصر وبيلعب مطشوات الدوري مع الأهلي وبيلعب مطشوات أفريقا مالات وفي لعبهم محترفة بتعتزر عن منتخب مصر لكن اللي حدث النهاردة مع لعبت الزمالي مش عاديه طبعا نوضش جاسة خلص من شوية أي حصام عم بيجي دعيب نصر لعب هي تلت ساعة ونصر ماير بس ونصر ماير لعبتش اللي فات لعب مصر ده واخبال حيب عندي عواض مالعبش لي عواض لي عواض قولي أنت النهاردة ابنانت بقى بتحرق إيه عواض لي مالعبش رجل واخد بطولة أفريقيا واخد بطولة أفريقيا واخد بطولة أفريقيا مالعبش لي عمر جابر ماتخدش لي أنت واخد من أندية تنين يتنين في مركز واحد لو كان كده خلاص خلي أنت شاف وصح ينفع خليه طيب اعتذار الأفراد واعتذار مؤسسات أما العيب عند الزمالك مثلا زيزو أنا اعتذلت دولية أنت حرف قرارك أنت حرف شخصك لكن المؤسسة والنادي مش من حقها أبدا 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 أنها تمنع لعبة غير في الأجندة الدولية في ظل اللوايح والقوانين لكن في أجندة دولية هتمنع دي ما حصلتش أبدا في لعبة محترفة ما جاش في أجندة دولية أس بص انت من أول يوم لا لا تمش اختيارها أول يوم كأدارس فريق في لعبة دولية ما جوش عشان أكمل الفكرة عشان أكمل الفكرة سيبني بس أكمل أنا سايبك والله أنا سايبك ففي فرقشهاس عما بين اعتذار المؤسسات واعتذار الأفراد أعصام الحضر لما يعتذر أنه هو مش هيجي المنتخب زي عبدالله سعيد معتذر دوليا تمام ركز معا مهي والله خليك معاك والله إن عبدالله سعيد مثلا اعتذر دوليا هو حر هو شخصه اتنين اتنين الاتنين من الحتة واحدة يعني لو أحداك بتوسط دعواء بتوسط شناوي و هكليبش على النين دي أنا ما كلم على لعبتنا هم اللي اتنين اللي في مركز واحد لا أحداك قلت اتنين في مركز واحد هو شناوي شتافة شبير عمر كمال واسمه ده مين تاني التوفيق لأ أكرم التوفيق ما كانش مابوت فلو اتنين توصد شبير والشناوي أصلا عواد ما لعبش غير تات مطشطة الفياتوح مش هلتحق لبعض عواد أصلا ما كانش هيلعب من بداية الموسم ده اللي بدأ الموسم محمد صبح يعني انت له القيم عواد ان هو عمل يعني صبح ملاعبش مقابلات الموسم اكمل بس يا كابتن ازاي بس مين اكمل صبح ازاي بس صبح لعب بشرطة الكيني ازاي بس شرطة لعب شرطة كيني او عواد لعب اي آخر تلات ده لعب الصدفة يا سيدي ده لعب الصدفة ده لعب الصور الافريقي ده لعب الصدفة ما في حاجة اسمعوا بالصدفة يا كابتن يعني صما ما بيرايح ويعب بس يا جبعة اكمل بس صبحي 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 لعب مطش الشرطة الكيني رايح جاي اذا انت بدأت الموسم بصبحي عواد ماكتش في الصورة خلص فمطش الصور الافريقي اتصاب اتصاب لاعب عواد لو انت بتقيم عواد في التلات مطشطة دور ده شوبر النهاردة مرشح انه يود إحسن جول في أفريق أكمل لأحسن جول في أفريق كان مجال عملت مجالة مجالة مصريا يا لبس مهيب هحكي بلموقف هل هو منتخب مصر؟ أكمل فاكرتي بس كابت وحدك خليه خلص بس يرد الكلام مش خالص في حتة تانية فواحد مورشح انه يكون احسن جور في أفرق أوكي؟ وواحد مبدأش ينموسم أصلا لعب ثلاث مطشات وعلى فكرة مش عايز اقول اخسفه حقه يعني هو عمل الثلاث مطشات كويسة يعني كابتن حسن شحاتة لما اختار سوري عسام الحضر انه هو يلعب وكانت على رغبة الاهل خالص هتشكلم معي خالص؟ على غير رغبة على غير رغبة الاهل خالص؟ ايه طبعا عن نقشها كخضية كابتن سيد رد طبعا الرجل معلوماتيه محترف واحترف وشاهد على العصر لكن يعني اللي قال للمحامي ما يقدرش يقول أسرار موكله والدكتور ما يقدرش يقول أسرار مريضه هو المدرب المفروض يطلع ويقول أسرار لعبه وبعدين وقتاك وتبتعمل ايه لما انت شفت الكلام ده انت مسؤول ما اخترحتش ان انه تعاقب لقمه هو في فترة طويلة كان مدرب حراس منتخب مصر على نفس الافراد اللي بيكلم عليهم فدي واحدة سيبك بقيا من ناحية الاثكلي يعني او الاخلاقية او الواجبة هناخدها من ناحية الموضوعية كابتن سيد قال لك كلام لا يحتمل الفصال انا اللعيب مش عايز اروح منتخب مصر انت بقى كراجل مسؤول في منتخب مصر من حقك انك ما تاخدوش مهما كان تأثيره اصل قماشة منتخب مصر يا أستاذ بريم واسعة والفوارخ مش هتكون لدرجة ان اللعيب اللي ما يجيش هيعمل ايه على مستوى العالم ايه و و و و يعني احنا وصلنا نقول الحمد لله ان محمد صلاح ومرموش مجوش عشان ملعب وحش فالناس تانية تتعاور زباعده يعني الدنيا في حالة سهولة وانسياب وتسيب في المفاهيم الرياضية غريبة جدا طيب انا بقى كمؤسسة لما اخد اجراء عقابي ضد المنتخب ده موضوع تاني خالص انا كمؤسسة باخد اجراء عقابي يعني انا كنت افهم ان انت المنتخب خاد لعبتك لعبها هو مصابة فتفقمت الاصابة وانت حذرت من الاصابة فتقول انا مش هابعة لعب مصاب بعد كده ما حدش يقدر اقولك انت غلطها انما انك انت تقول انت مهمش لعبتي ليه بتوصب حتى لعبتك اللي بتروح المنتخب عايز تصدر الله المظمومية عايز تصدر الله عدم الاريحية هما في المنتخبات ايه ده تمانح سن الشحات وانا شايفه واحد من اهم لعبة مصر ان لم يكن اهمه اقول بقى انت عشان ما خدت حسين الشحات انا مش هابعتلك لعبتي مش بس حسين الشحات انا بديل وقديك مسأل يعني وفي وقت ما كان محمد شريف في عزه وهو ده في الدوري مع كابتن افشا وهو في عزه ومكسر الدنيا وكيروش ما خدهمش او خدهم مهمش هذا الكلام قد لو انت كم مسؤول في نادي ما تحبوش وهو ما توافقش عليه وشوفوا انه محبط ده انت من زاوية تانية لو خد منك سبعة تامن لعيبة وعندك متشاط مهمة تقول ايه ده انت بتاخد لعبتي ترهيقها يعني الشيء وعكسه الشيء وعكسه فانا رأيي ان الكلام ده يعني اترد عليه بشكل جيد ونحن نقش هنا مش بنرد على الكابتن سليمان بقدر ما بنرد على الموقف نفسه والموضوع طيب الموقف نفسه والموضوع فيه خمس ست نقاط جوهريين ما يتهوش من الناس نقطة الاولى ان الكابتن احمد سليمان بيتكلم غلط معلوماتيا وكمعرفة بيتكلم غلط وانا مش قادر افهم هو عايزيه عايز لعبتي زي مالك تروح ولا ما تروحش لانه في الوقت اللي بيتكلم انه ما خدتش ليه عمر جابر قالك ما انتخدت محمد شحاتة واتعور بعد ثلاث دقايق طيب التعويرة مسؤوليت مين يعني خدوا بالكو دراج المدرب التعويرة في الملعب هو حسام حسن او جهاز المنتخب مسؤول عن ان اللعب اصيد يعني انت عايز تقول ان المنتخب اضرك رجع قبل كده من الكاسر الامم الافريقية للاهل اكرم توفيه برباط صليبي الشناوي قاعد يجي ست شهور بخلع في الكتف امام عشور وسام ابو عالي اهو مع منتخب فلسطيني الراجل راجع مصاب وخد بقى ممكن اعددلك لستة في العيادة طويلة قوي للاعب النادي الاهل اللي اصيبوا مع منتخبات بلادهم واخرهم اشرف داري المغربي وهو بيساخن مع منتخب المغرب يملك الاهل يقول او يملك اي حد عائد ما وديش تعيبت المنتخب عشان بيتعوروا طيب انت زعلان ان محمد شحاتة اتعور وزعلان ان عمر جابر مراحش افهمك ازاي بقى انت عايز ايه النقطة التانية انت بتتكلم حتى من ناحية المعلومة غلط انه واخد اتنين في مركز واحد من فريق واحد والتلقيحة هنا على الاهلي فبيقول له يعني الاتنين حراس المرمى يقول له لا ما فيه عمر كمال عبد الواحد وتوفيه واكرم توفيه مش في المنتخب خالص فحتى من حيث المعلومة كابتن احمد مش جاهز انه يتكلم بطريقة بالشكل ده نمى الجزئية بتاعت بقى ده يعني ده اللي لا يليق به ابدا الحقيقة انه عايز يقلل من اختيار مصطفى شبير خدوا بالكو حاجة احمد كابتن احمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب يعني المفترض على بينا بكل حاجة ما هواش عارف انه مصطفى شبير عمل ايه يقول له عمل ايه عشان يتاخد وبعدين لما يتقلوا ده مرشح لاحسن حرس في افريقيا يقول لك اهم جلة يعني الاتحاد الافريقي باستفتائه بالموقع الرسمي بتاعه يا رجل ده انت زيز ونجم الزمالك مرشح للجايزة دي مع الشبير مع الشبير واحسن الشحات يعني مجلة ايه لا يكون فاكر ان الكاف دي مجلة الكاف ده اختصار الكأس الاتحاد او الاتحاد الافريقي لكرة القدم ما احنا بقينا في مشكلة بجد والله انما فكر هو مصطفى شبير عمل ايه وانت مدرب حراس مرمى دعيب دعيب بجد لانه مصطفى شبير ارقامه اللي اهلته انه مش بس يبقى مرشح لاحسن حرس مرمى في افريقيا لا ده كمان تخطى الحتة دي وبقى مرشح لاحسن لعب في افريقيا فحرام عليك بجد حرام عليك نفسك انك ما تبقاش عارف انه مصطفى شبير ارقامه تقريبا تعجزية في تسع مطشاط مصطفى حافظ على نظافة شباكه تسع مباريات يعني عمل كلينشيت يا ملكبات انت تسع مطشاط انت عايز ايه تاني الحارس الوحيد في تاريخ دوري ابطال افريقيا اللي توج باللقب من غير ما يستقبل هدف انت متخيل الرقم عامل ازاي حارس بيفوز مع فرقيته بدوري ابطال افريقيا عارف يعني ايه دوري ابطال افريقيا اه هي بطولة الاهل المفضلة والمحببة بس كان بيلعب من غير ما يستقبل هدف واحد وكان بيلعب مش مكان هو الحارس الاساسي هو كلينشيت في التسع مطشاط تاني اكتر من حافظ على نظافة شباكه بعد امان الله ما ميش حارس التراج التونسي اكتر حد له التصديات تسع وعشر تصدي منها سبعة تاشر داخل منطقة الجزاء للعلم في عام عشرين اربعة وعشرين اللي قرب ينتهي عشان انت زعلان انه حسام حسن لعب شو بير ما لعبش محمد عواد طب انا هجيلك هحطلك وانت مدرب حراس مرمى او هكذا المفروض كان عواد ومصطفى شو بير في ميزان فني ايه رأيك واشوفك لو انت مدرب كنت هتختار مين لانه للأسف الامور مشت في سكة ان حسام حسن جامل مصطفى شو بير لا مصطفى شو بير حق ويلعب اساسي بدون اي حاجة لانه لما حطه لك هو في الميزان الفني ابو الكباتل مع محمد عواد الاقي في خلال عشرين اربعة وعشرين بقى مش بطولة واحدة اربعة عشر مباراة لمصطفى شو بير نظافة شباك عمل كلين شيت في اربعة عشر مباراة محمد عواد لعب تسعة عشر مباراة منهم سبعة فقط كلين شيت يعني نصه يعني عواد بخبراته وباسمه والطابل اللي شغال ده كله نصف هذا الشاب الحارس دي نقطة مهمة ابراهيم اه ان عواد ما عندوش محمد الشناو فرقته اه طبعا يعني هو لعب سعتاشر وده لعب اربعتاشر وعندو كابتن الشناو اه هيعمل ايه طيب اه فكرة ان اتنين حراس من نادي واحد اعتقد انت كنت فاكر انه سابت وإكرامي حارسي المنتخب على طول فكرة ان الحارس يا ابو الكباتل ما انا بقول لكم الكابتن احمد سلمان ما كانش مؤهل انه يتكلم خالص بجد يعني لانه لو تذكر حيلاقي وهو بيدرب المنتخب مع الكابتن حسن شحاتة حارس الاهل عصام الحضر اللي بيلعب هو نفسه ابن الزمالك ما كانش يقدر يفرض عبدالوحد السيد او غيره بل انه الفرق بقى بين حراسة مرمى المنتخب والنادي مع الكابتن الجوهري فيما يخص النادي الاهلي كابتن سابت اللي ارحمه كان الحارس الاساسي في النادي وكابتن الجوهري كان بيلعب شبير لولا ان الكابتن سابت لعب كاس الامم الافريقية تسعين في الجزائر مع الكابتن هاني مصفا لولا ان الكابتن الجوهري يضم الكاس العالى واللي اصغر منه سنا كابتن احمد شبير هو اللي كان اساسي في المنتخب بل انه كابتن الجوهري ما يتعلق بالزمالك ها كابتن احمد حسين السيد كان الحارس الزيبالك الأساسي والجهر في المنتخب بلعب ندر السيد ده أنا هقولك حاجة يعني فايسة لما جاه قال لي كابتن ثابت البطل الله رحمه كان بلعب كابتن شبير فقال له أنا موقف إيه قال له لما دالع حارس المرمى الأساسي في المنتخب أنا لازم ألعبه عايز تقنعني وريني هتعمل إيه في التدريب ابتدى فايسة يقتنع بالكابتن ثابت إذن الكابتن ثابت في النادر كان بيلعب وكابتن شبير هو اللي كان بيلعب في المنتخب كأساسي محسين السيد كان بيلعب في الزيبالك ونادر في المنتخب هذا يحدث هذا يحدث عندما تتقارب المستويات